صباح الخير والبداية مع العنوين القمة الاقتصادية العربية تنطنق اليوم في بيروت وأمير قطر آخر الواصلين التحالف السعودي يكثف غاراته على العاصمة اليمنية وأنصار الله تؤكد أن التصعيد يأتي بتوجيه وإشراف أمريكيين ترامب لن نسمح لليمين المتطرف بالسيطرة على الحدود الجنوبية ورئيسة مجلس النواب تعد اقتراحه لإنهاء الإغلاق الحكومي غير مشجع تنطلق اليوم في العاصمة لبنانية بيروت القمة الاقتصادية العربية بغياب معظم القادة العرب الرئيس الموريطاني محمد ولد عبد العزيز وصل إلى مطار بيروت الدولي أمس حيث كان في استقباله الرئيس اللبناني مشيل عون كما استقبل عون ممثل السلطان قابوس إلى القمة فيما يستقبل اليوم أمير قطر تميم بن حمد الثاني في اتصال مع الميادين قال الوزير اللبناني السابق غازي العريضي إن الضغط الأمريكي لعدم عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية كان ضمن العوامل الخارجية التي أثرت في نجاح القمة الاقتصادية من ضمن العوامل الخارجية الضغوطات المتبادلة من هنا ومن هناك على لبنان لاتخاذ موقف في هذا الاتجاه أو ذاك ثم تمن كان يريد مثلا عودي سريعة لسوريا إلى الجامعة العربية وهذا ليس في متناول اليد اللبنانية لأن هذا الخرار يعود للجامعة العربية معروف المواقف التي صدرت في الفترة الأخيرة جائد بضغط أمريكي واضح هذا ليس سرا بتأخير هذه العودة لهذا الأمر انعكاس على الوضع الداخلي اللبناني في المعادلة الإقليمية السياسية وانعكاس على الوضع الداخلي الوزير اللبناني السابق غازي العريضي قال إن حسابات داخلية ضيقة بين المسؤولين اللبنانيين أثرت في مستوى المشاركة في القمة تقدير وسوء التدبير في الداخل اللبناني وأحقاد بين المسؤولين اللبنانيين وطريقة التعاطي وتصفية الحسابات في مواضيع كبيرة جدا مثل القمة ولكن لأهداف وخلفيات وأسباب داخلية بحثة صغيرة جدا 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 سبات كثيرة بين عدد من المسؤولين تبدأ بالحكومة تنتهي بالحسابات الداخلية تنتهي بالمصالح ولا أبالغ في ذلك هذا واحد من الأسباب التي رأى فيها عدد كبير من اللبنانيين أن هذا موقف لا يعبر عن قناعاته شئنا أم أبينا منذ سنوات تم تغلاف حول الموضوع السوري بشقيا الموقف من النضاء ومسألة النازحين فيما يعد خفض الدول لمستوى تمثيلها في القمة العربية الاقتصادية انتكاسة مقصودة لقمة يرأسها عون لم يؤثر ذلك في مواقف الرئيس اللبناني من القضايا الاستراتيجية بإطلاق مبادرة سياسية تتناول القضايا العربية العالقة يبعث الرئيس اللبناني مشيل عون برسالة إلى من يعنيهم أمر المنطقة أن السعي إلى خفض مستوى المشاركة في القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في بيروت لن يؤثر في الموقف اللبناني الموقف الذي يراد للبنان أن يدفع ثمنه تهميشا لدوره في المجال الرسمي العربي وفي الحديث عن أداء لبنان تجاه مجريات القمة ستتكرر كثيرا عبارة موقف موقف واضح من عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية موقف من ضرورة حل أزمة النازحين السوريين موقف رافض لسبقة القرن وداعم للقضية الفلسطينية موقف داعم للمقاومة في وجه إسرائيل التي يزداد منسوب التطبيع العربي معها أخيرا بهذه المواقف يستقبل عون من أراد المشاركة في قمة بيروت ويؤكد لمن لم يحضر أن دور المحورية اللبنانية مستمر ليس فقط في رئاسة القمة الممتدة أربع سنوات بل أيضا في أداء يرتبط بالجغرافيا السياسية اللبنانية حيث لا تسويات لأي أزمات في المنطقة من دون مراعاة الموقف اللبناني بما فيه من عناصر قوة لا تبدأ بالموقف اللبناني الرسمي المبني على مصالح لبنان ولا تنتهي بقدرات المقاومة المغطاة بقرار رسمي تعبر مواقف الرئاسة اللبنانية الإقليمية عن أبرز مدامجه إذن في فلك سياسي مشبع بالأزمات والانقسامات تعقد القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية وإذ يبدو الفصل بين الاقتصاد والتنمية من جهة والسياسة من جهة أخرى أمرا مستحيلا يبرز التشتت العربي والخلاف الحاد بشأن ملفات أساسية أبرزها سوريا بمن حضر من الرؤساء والملوك والأمراء العرب ستعقد قمة بيروت التنموية الاقتصادية الاجتماعية خسر لبنان صورة اجتماع قادة الدول العربية في عاصمته بما لذلك من دلالات سياسية واقتصادية كانت مشاركة قادة أربع عشرة دولة مقررة ثم انخفض العدد النهائي إلى اثنتين الاعتذارات تزامنت مع جولة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على ثماني دول عربية ومع خطوط سياسية عريضة أطلقها مساعده لشؤون السياسية ديفيد هيل من بيروت وأبرزها التحريض على عدم مشاركة لبنان في إعادة أعمار سوريا في جولته نبه بومبيو رؤساء عربا من مخاطر أمنية تحيط بمشاركتهم في قمة بيروت وفق صحيفة إلاف الإلكترونية السعودية وإن كان السيناريو الأمني الذي نشرته إلاف هو فعلا ما نقله الأمريكيون إلى دول عربية فالأرجح أن السيناريو كان إشارة أمريكية فهمها قادة عرب فخفضوا مستوى تمثيل دولهم وهنا يبرز حضور أمير قطر كمؤشر آخر على الانقسام وعلى الدول السعودي لحرمان لبنان من الفائدة السياسية للقمة العنوين البارزة سياسيا في القمة لم يجري التوافق عليها أولها عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية التي عبر لبنان والعراق عن ضرورتها في مقابل رأي الجامعة العربية بأن الظروف لم تنضج بعد عودة النازحين السوريين من دون ربط بالحل السياسي نقطة الخلاف الأبرز التي قد تدفع لبنان إلى إصدار بيان مستقل إن لم يجري الاتفاق في مقرارات القمة على صيغة تفصل بين عودة النازحين والحل السياسي الفصل بين التنمية والاقتصاد والسياسة وهم لا تعيشه أي من الدول المشاركة ولذلك لحاجة لبذل أي مجهود لرصد التشتت العربي الرسمي بقمة أو من دونها فالعرب بلغوا قمة التشتت منذ زمن دانت الحكومة السورية استمرار اعتداءات التحالف الدولي بقيادة واشنطن على المدنيين في سوريا الخارجية السورية وتعليقا على استشهاد عشرين مدنيا في قصف للتحالف على دير الزور شددت على أن الجريمة الجديدة انتهاك صريح لسيادة سوريا تحت ذرائع أصبحت مكشوفة ودعت مجلس الأمن إلى العمل على وقف هذا المسلسل اليومي من جرائم الحرب غارات كثيفة شنتها طائرات التحالف السعودي على العاصمة اليمنية صنعاء في الساعات الأخيرة مراسل الميادين أفاد باستهداف التحالف قاعدات الديلمي الجوية شمالية صنعاء ومعسكري الصيانة والفرقة الأولى مدرع وأشار إلى أنباء عن وقوع ضحايا في الغارات على مصنع للمواد الغذائية الشمال العاصمة عضو المكتب السياسي لأصار الله علي القحوم قال أن دول العدوان تصعد وتعد لقصف مكثف في صنعاء ومناطق أخرى القحوم أكد أن تصعيد التحالف في صنعاء يأتي بتوجيه وإشراف أمريكيين مؤكدا أن اليمنيين لا يقفوا مكتوفي الأيدي وأضاف أن الشعب سيتحرك جنبا إلى جنب مع قوات الجيش والأمن في الدفاع عن الأرض والإنسان والهوية طالب الجندي السعودي الأسير لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية موسى عواجي السلطات السعودية بتوفير علاجه داخل اليمن أو خارجه ونشد الرياض الشروعة في عملية تبادل الأسرة مؤكدا إبلغ الصليب الأحمر الدولي إياه بحالته المتدهورة وبحاجته للسفر من أجل العلاج أنا ناجد السلطات السعودية أنها تهتم فيه والتبادل بيه بسرع وقت على حالة الصحية والصليب الأحمر تأخر عليه أكثر من مرة قالوا لي إن شاء الله خلال اليومين والهين لي خمس أيام لا جاني خبر ولا جاني أي شي وأنا طالب منهم إن شاء الله أنهم يهتمهم فيه بسرع وقت الحالة الصحية كل السوء من أسوأ إلى أسوأ زيادة النشر مستمرة لكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد ألقات القوات الأمنية العراقية القبضة على خلية من داعش مكونة من ثلاثة عناصر في ناحية القيارة جنوب الموصل وفق مراسلنا وكانت القوات المشتركة ضمن قاطع عمليات سمراء قد أطلقت عملية ترمي إلى تفتيش جميع المناطق داخل نهر دجلة من شبال سد سمراء وصولا إلى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات صالح الدين وأدت إلى العثور على موقعين للإرهابيين وعبوتين نسفتين داخلهما قائد محور غرب الأنبار في الحشد الشعبي العراقي قاسم مصلح أكد أن قوات الحشد تواصل استعداداتها وتعزيزاتها بعد محاولة الأمريكيين إقامة قواعد عند الحدود العراقية السورية وكشف للميادين عن جهد استخباري مشترك مع سوريا بشأن نشاط داعش في سوسة السورية ولدينا مصادر وثيقة داخل الأراضي السورية ونحن على اتصال متواصل معهم منذ فترة طويلة ولا زالوا مستمرين وينقلون لنا بالتفسير كل الحوادث التي تحصل في منطقة سوسة وهجين ولدينا معلومات كبيرة ودقيقة عن كل مفاصل الموجودة لكن أمريكا تحاول أن اتميد تبتد هذه الحرب وتبقيل أيامها نحن ملتزمون بوقت محدد مع الحكومة العراقية والتنسيق مع الحكومة السورية إذا لم ينتهي هذا الملف خلال هذه الأيام نحن على جهوزية كاملة من قيادات الحجد الشعبي والقوات الأمنية للدخول إلى هذه المنطقة وإنهاء هذا الملف وهذه الخاصرة التي تهديد أمن البلد في فلسطين المحتلة وبالرغم من هدم قوات الاحتلال منازل المقاومين لم يتمكن من هدم عزيمة الأهالي زهراء ديراني ينصف الاحتلال بيوت المقاومين الفلسطينيين نسفا ولكن حتى هذه السياسة العقابية الإسرائيلية ما عادت تجدي نفعا وما عادت تؤتي أكلها وإن أكلت ألتها الحجر والذكريات فإسرائيل التي هدت العمليات الفدائية الأخيرة حيلها استنزفت كل حيالها للي ذراع المقاومة بالهدم ترد على منفذ عملية عطسيون الأسير خليل جبارين في بلدة يطى جنوب الخليل وبالعزم على الصمود ترد عليهم أمه الجبارة بالدار افتدت هذه الأم الفلسطينية أقصاها وخليلها ترفع في وجه الجنود الإسرائيليين شارة النصر أن هذه الأرض لنا ولن تقصونا عنها أما والده فيبعث إليه مطمئنا إن هدم الدار ألف مرة لا يعادل قطرة دم فلسطينية الله لا يرد الدار وألف دار ما بتصوى نقطة دم نزلت من إيدك يا خليل ولا يهمك يا أبا ما دام أنا موجود لبني أحسن منها وأبعث لك صورها اقتلني وترك ولدي تقطع طارق اشتاوي الطريقة على جنود يعتقلون ابنها البالغة من العمر 14 عاما ونساء قريتها في كفر قدوم يجددن أزرها فالفلسطينيات في مثل هذه الظروف يتحولن إلى جيش غير متوقع ومن كفر قدوم إلى بلدة تقوع في بيت لحم يتراجع الجنود إلى الوراء فعلى هذه الأرض تنقلب المعادلات مقاومون لا يخشون الرصاص وجنود يرعبهم حجر ولكن ثمت معادلة ثابتة لا تسقط بالتقادم الاحتلال لن يعرف على هذه الأرض ثباتا وإسرائيل حتما ستسقط كرمت بلدية طولكرم الأسير مهر يونس وعائلته تقديرا لمقاومته ونضاله ودخوله العام السابع والثلاثين في الأسر فيما قدمت إليه جامعة القدس المفتوحة شهادة فخرية نسرين سلمي تكريما له ولعائلته أحيت فعاليات مدينة طولكرم الذكرى السابعة والثلاثين لاعتقال الأسير ماهر يونس ابن بلدة عارة المحتلة عام 48 وهو ثاني أقدم أسير في فلسطين وذلك في ساحة وسط المدينة سميت على اسمه فيما قدمت جامعة القدس المفتوحة شهادة فخرية للأسير تقديرا لنضاله تسلمتها عائلته أنا مش أم ماهر لحال وأنا أم سبع تلاف سدين وسديني أنا أم كل الأسرة والمحررين هذول الرجال مني هذول أهل فلسطين أهل القدس أهل الرباط ماهر اعتقل وهو في الرابعة والعشرين من العمر وبات اليوم في الواحدة والستين ما جعل عائلته تعتبر ذكر اعتقاله ذكرا لميلاده فبعتقد أن ماهر عمره 37 سنة لأنه ما عاشش غيرهم في الدنيا بعد هذا العمر بعتقد أن ماهر صاحب إسرار وعزيمة ونفسية أقوى بكتير بكتير عن أول حتى تكريم الأسير ماهر راجاء وسط مطالبات من ممثلي الفصائل والفعاليات الوطنية بضرورة تحرك الشريع وسلطة الفلسطينية من أجل العمل للإفراج عن ألاف الأسرة في سجون الاحتلال المجتمع الدولي حتى الآن فشل فشلا دريعا في إعطاء إجابة سجم ومنظومة القيام المتفق عليها عالميا لذلك شعب فلسطين مدعو لأن يستمر بمقاومته إلى أن يرحل هذا الاحتلال ويشار إلى أن ماهر اعتقل بعد نحو أسبوعين من اعتقال ابن عمه كريم يونس بتهمة قتل جندي إسرائيلي وكانا محكومين بالإعدام قبل أن يخفف حكمهما إلى السجن المؤبد أي أربعين عاما وفق قوانين الاحتلال سبعة وثلاثون عاما من الأسر وقهر السجان لم تفت من عزيمة الأسير ماهر يونس بل زادته إصرارا على المقاومة من أجل حريته وكسر قيد السجان نسل سلمي من مدينة تولكر الميدي تهم الرئيس السوداني عمر البشير موصفهم بأعداء الوطن والمخربين وبعض الأحزاب السياسية باستغلال التظاهرات الشبابية ومحاولة تفتيت الوطن البشير أوضح أن الشباب هم مستقبل السودان وسهد تحقق لهم الدولة مطالبهم العدلة وستحل ما شاكي لهم وأكد احترامه الكامل للشباب السوداني الذي تظاهر بحثا عن أوضاع أفضل ولتحقيق مطالب اقتصادية هذا ويدخل صيادلة في السودان إضرابا شاملا في كل المستشفيات الحكومية بالتزامن مع الاحتجاجات ضد الحكومة كما تشهد البلاد إضرابا عاما للمعلمين اليوم وتظاهرة باتجاه البرلمان وكان عدد من السودانيين قد أصيب في مواجهات مع الشرطة في الخرطوم وولايات عديدة إلى تونس حيث دعت الهيئة الإدارية للاتحاد العام للشغل إلى إضراب عام جديد ليومين الشهر المقبل يأتي ذلك بعد ساعات على إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد استئناف مفاوضات زيادة أجور الموظفين في الأسبوع المقبل مرد لنسي نفذ اتحاد الشغل تهديداته بالتصعيد ضد الحكومة وبدل يوم واحد دعا إلى يومي إضراب الهيئة الإدارية للاتحاد التي اتخذت قرار الإضراب حملت الحكومة مسئولية فشل المفاوضات حول الزيادة في الأجور متعهيدة بمواصلة النضال النقبي بعد أخذ هذا القرار التاريخي الغاية ما حاجتنا بالإضراب للإضراب وإنما حاجتنا أن نتوصل مع هذه الحكومة لإيجاد حلول لتنقيط المناخات الاجتماعية وبلادنا في أمس الحاجة إلى خلق مناخات الاجتماعية وإلى استقرار الحكومة استبقت دعوة الإضراب هذه بالإعلان عن استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل مفاوضات قد لا يكتب لها النجاح في ضوء تمسك الحكومة بمقترحات الزيادة المعلنة خلال جلسات الحوار الماضية المفاوضات واصلت إلى حد يوم قبل الإضراب ولم تصل إلى نتيجة من نجمه نقول أنه مؤشر إيجابي إلا عندما نجلس ونستمع إلى المقترحات جديدة من الحكومة اتحاد الشغل يبدو أنه ماظم في الضغط على الحكومة لأسباب نقبية واجتماعية لكن مراقبين لا يفصلون بين هذا التصعيد النقبي ومواقف الاتحاد السابقة والرفيضة لبقاء يوسف الشاهد على رأس الحكومة اليوم يرى كونه فعنده إمكانية فرصة كبيرة أنه يضغط من أجل بسلتين يما رحيل الحكومة بمطالب شعبية أو دفع الحكومة إلى الحاط بمعنى أنه تلقى روحة في وضعية محرجة سواء تجاه التزامات الدولية والداخلية شهر جديد سيكون ساخنا في تونس تتخلله مفاوضات عسيرة في محاولة لتجنب إضراب عام هو الثالث خلال أشهر قليلة أعلنوا الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل عن إضراب جديد لمدة يومين سيضع الحكومة التونسية أمام مزيد من الضغوطات للاستجابة لمطالب الاتحاد لتجنب إضراب جديد سيضر بالاقتصاد التونسي مرد الدولانسي من مدينة الحمامات التونسية الميادين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبادرة جديدة لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة المستمر منذ أكثر من شهر وقال في كلمة ألقاها في البيت الأبيض أنه لا يسمح لليسار المتطرف بأي سيطر على الحدود الجنوبية وأن الجدار ليس غير أخلاقي لتأمين حدودنا تتضمن الخطة 5.7 مليارات دولار لنشر الحواجز والجدار هذه ليست بنية خرسانية من البحر إلى البحر هذه حواجز فولاذية في المواقع ذات الأولوية العالية هناك عنصوران في خطتي الأول هو ثلاثة أعوام من الإعفاء لسبعمائة ألف مهاجر من الذين تم إحضارهم بشكل غير قانوني من قبل آبائهم في سن مبكرة ثانيا تمديد لمدة ثلاثة أعوام للحالات المحمية المؤقتة أي لثلاثمائة ألف مهاجر حتى يتمكن الكونغرس من العمل على صفقة هجرة أكبر وفي رد على اقتراح ترامب قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن مضمون عرض الرئيس ليس مشجعا وما يتضمنه من إيجابية لا يمثل نقطة انطلاق بيلوسي أكدت أن الديمقراطيين سيصوتون الأسبوع المقبل لتخصيص ميزانية لأمن الحدود ولسيما منافذ العبور من جهته شدد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شامر على أن ترامب بات يدرك أن أغلاق الحكومة وتداعياته قد وضعاه والبلاد في موقف لا يحتمل شهدت واشنطن ومدن أمريكية مسيرات حاشدة للنساء تزامنا مع ذكرى التظاهرات التي خرجت في اليوم التالي من تنصيب ترامب قبل عامين المتظاهرات طالبنا برفع الحد الأدنى للأجور والحصول على الرعاية الصحية الإنجابية وحقوق التصويت في فرنسا خرجت تظاهرات ندعت إليها حركة السطرات الصفر للأسبوع العاشر وذلك في أول حراك بعد انطلاق الحوار الوطني الكبير ووقعت تصدامات بين الشرطة والمتظاهرين الذين تجمعوا في باريس رافعين شعارات تطالب مكرون بالاستقالة كما خرجت تظاهرات للسطرات الصفر في مدون عديدة منها بردو ومارسيليا وتولوز الرئيس الفرنسي أمانويل مكرون كان قد عبر عن انفتاحه على مناقشة إجراء استفتاء شعبي لكنه أشار إلى أن الاستفتاء ليس هو الحل لقضية البطالة الجماعية نحن البلد الأوروبي الوحيد الذي عانى من البطالة الجماعية على مدى العقود الثلاثة الماضية وأنا أقول لكم هذا بصراحة إننا لن نحل ذلك بإعادة فرض الضريبة على الثروات الكبيرة أو عن طريق إجراء استفتاء شعبي أنا منفتح تماما لمناقشة الاستفتاء على أساس المبادرة الشعبية ولكن هذا هو الحل لقضية البطالة الجماعية قبل الختام هذا تذكير بأبرز العنوين بيروت تستضيف القمة الاقتصادية العربية وأمير قطر يصلها اليوم التحالف السعودي يكثف غراته على العاصمة اليمنية وأنصار الله تؤكد أن التصعيد يأتي بتوجيه وإشراف أمريكيين ترامب لن نسمح لليسار المتطرف بالسيطرة على الحدود الجنوبية ورئيسة مجلس النواب تعد اقتراحه لإنهاء الإغلاق الحكومي غير مشجع الميادين دوتنات دائما للمزيد من الأخبار وباللغة الإسبانية اسمنا وضت الميادين دوتنات شكرا للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة